مقرر بتاعنا اللي هو بتاع هندسة المواني والملاحة وحماية الشواطئ سبقني الدكتور أحمد والدكتور أسعد كلمكم على تولد الموجات والموضوع بتاع السواحل والشواطئ والأمواج وتولد الأمواج وأسباب تولد الأمواج وخصائص الأمواج كل دوت احنا بس هنرجع عليه سريعا عشان نبتدي نشوف احنا موضوعنا النهاردة ايه ان شاء الله يتعلم خلاص فالكلام اللي احنا بنتكلم عليه هو في هندسة السواحل والشواطئ ده الجزء اللي احنا بنتكلم ايه عليه خدتم انتم ازاي بتتكون الموجات في المياه العميقة نتيجة الرياح وتأثيرها على مسافات مائية ايه كبيرة ومكشوفة داخل الايه داخل اه المحيطات والمسطحات الايه المائية فالسبب الأساسي والرئيسي لتولد وتكون الموجات هو الرياح بشدتها باتجاهاتها ها بكل تأثيراتها بعد كده بنقول انه الموجات دي اللي بتتولد في المياه العميقة بتبتدي تتحرك بسرعة وتروح ناحية الايه السواحل والشواطئ فيما يعرف باسم حركة الايه الموجات اهم اه خصائص وصفات الامواج ده هي بتتوقف على المولد الاساسي لها بتتوقف على الرياح يعني بتتوقف على سرعة الرياح سرعة الرياح مؤثر في اه خصائص الامواج وهنتكلم على خصائص الايه الامواج فالعوامل اللي هي بتأثر في الامواج سرعة الرياح ومدة الاستمرار بتاعت الرياح وشدة الرياح وطول المسافة بتاعت الفتش اللي هي المدى المكشوف في اتجاه هبوب الرياح دي العوامل اللي هي بتأثر في صفات الايه الامواج طب ايه هي خصائص الامواج اللي انتم خدتوها اه الخصائص بتاعتنا بتاعت الامواج اربع رأسيين اللي هو ارتفاع الموجة اللي بنيدي له الرامز دايما اتش اتش كابيتل دايما ارتفاع الموجة اه اتجاه الموجة اللي هو الموجة بتتقدم في انه اتجاه وغالبا بتبقى متاجهة نحو السواحل والشواطئ وعمودية على السواحل والشواطئ اه سرعة الموجة سرعة الموجة السيلاريتي ويد سيلاريتي اللي هي اللي على التي فسرعة الموجة من خصائص الايه الامواج كمان عندنا سرعة الموجة وسرعة مجموعة الأمواج برضو هنتكلم عليها إن شاء الله تعالى بعد كده طول الموجة اللي هو اللينث بتاع الموجة وخصائص الأمواج هي المؤسرة دائما في كل ما هو قاتي في دراسة دراسة السواحل وهندسة السواحل يبقى خصائص الأمواج عندنا طبعا خدتوا أنتو الكلام دوت واتعرفتم عليها اللي هي ارتفاع الموجة واتجاه الموجة وسرعة الموجة وطول الموجة الموضوع بقى اللي احنا هنتكلم فيه على مدار التلات محاضرات القادمين هو wave transformation wave transformation تحولات أو تشكلات أو التغيرات اللي هتحدث في الأمواج نتيجة ظروف معينة نتيجة أسباب طبيعية أو أسباب صناعية هيحدث ليه الأمواج عندي تحولات وتشكلات طيب ايه التحولات والتشكلات اللي هتحدث في الأمواج أكيد هيحدث تغير لها في السرعة أكيد هيحدث لها تغير في الطور في الهيط في الارتفاع بتاع الموجة إذن التحولات أو التغيرات أو التشكلات اللي هتحدث في الأمواج هتحدث في الخصائص الأربعة اللي احنا قلنا عليهم يتغير اتجاهها يحدث له انقصار يحدث له انتشار يتغير طول الموجة أو ارتفاع الموجة أو سرعة الموجة دي كلها تغيرات هتحدث للأمواج نتيجة زي ما احنا قلنا لعوامل إما تكون طبيعية أو تكون صناعية تعالوا نشوف التحولات اللي هتحدث في خصائص الأمواج الأربعة السابق ذكرهم عندنا التحولات أو الترانسفورميشنز اللي هتحدث فيه الأمواج هم عندنا الخمسة أول تغير أو أول تشكل عندي هينتج عن حاجة اسمها شولنج شولنج الضحولة شولنج أو الضحولة زي ما احنا شايفين كده دي وطبعا المناطق دي غالبيتها بس احنا بنركز على المكان دوت لأنه هو الأوضح أكتر عندما الباقي كله فيه أو هيعدث فيه ترانسفورميشن ويف ترانسفورميشن نتيجة الضحولة ايه هي الضحولة هنوضح الكلام ده ونقوله بس احنا عايزين نتعرف على التشكلات اللي بتحدث عندي تاني تشكل عندي ويف ريفراكشن ويف ريفراكشن انكسار الأمواج أكيد انكسار الأمواج يبقى ده تغير في الاتجاه الموجة وقت ده اتجاه وبعدين تنكسر تاخد اتجاه ايه تاني فانكسار الأمواج أو الرفراكشن اهو قدامنا ونقول هنوضح كل حاجة بتحدث في الويف ترانسفورميشن زي عندي قرب الساحل او قرب ايه الشاطئ التغير او التحول التالت ويف ديفراكشن ويف ديفراكشن انتشار الأمواج ادي المكان بتاع الويف ديفراكشن بعد كده عندنا ويف ريفليكشن انعكاس الأمواج ويف ريفليكشن انعكاس الأمواج وادي المكان مثلا اللي ممكن يحدث فيه انعكاس الأمواج آخر حاجة عندنا تكسر الأمواج ويف بريكين ويف بريكين معايا راشوانسين ناس معايا معاك معاك دكتور معاك لانه احيانا بتجيلي صوت لان الشاشة عندي بتبقى على الباور بوينت فبيجيلي صوت بيحسسني ان النت ايه فصل فمعلش كل شوية هأكد معاك يبقى عندنا الويف ترانسفورميشن تشكلات الأمواج او تغيرات الأمواج او تحولات الأمواج اللي احنا هندرسهم اللي ظاهرين قدامنا هما خمسة الضحولة شولينج انكسار الأمواج ويف ريفراجشن انتشار الأمواج ويف ديفراجشن انعكاس الأمواج ويف ريفليكشن تكسر او تكسير الأمواج ويف بريكي ويف بريكي نقول فكرة مبسطة عن كل حاجة وبعد كده نمسك كل حاجة ونوضحها اكتر معنى الضحولة انه الأمواج والساحل او قرب الشاطئ بتبقى ميل معكوس ميل معكوس يعني كل ما بقرب من الشاطئ والساحل كل ما عمق المية بيقل بيقل واحنا عارفين العميقة بمعنى ديب يعني عمق كبير شالو اللي هي جاية منها شولنج الضحولة بيبقى عمق صغير على مسافة واسعة وكبيرة فطبعا شيء منطقي وشيء بديهي وشيء يعني سهل جدا جدا انه كلما اقترابت للشاطئ من اي مكان يعني مش لازم تبقى الضحولة في الحتة دي بس لما الضحولة الناحية دي والضحولة الناحية دي وحتى مكان الرفليكشن دوت بيبقى فيه ضحولة لانه خلاص الضحولة بالمعنى بتاعها ان انا بقترب من الساحل بقترب من الشاطئ فبيبقى عندي عمق المية بيقيل ده تعريب بسيط كده للضحولة وهنيجي نكمل فيها ان شاء الله يتعالى بعد كده انكسار الامواج الريفراكشن انكسار الامواج الريفراكشن ان الموجة بتبقى مقربة من الساحل او الشاطئ وبتحاول اتصل للساحل والشاطئ موازية له موازية له فلسبب الضحولة برضو بسبب الضحولة انه عمق المية بيتغير كل ما اقتربنا من الشاطئ فده هيرجع تاني بيغير خصائص الامواج بيغير طول الموجة وارتفاع الموجة فلما بيغير وسرعة الموجة فتبتدي تتغير السرعات وهي عايزة توصل للشاطئ موازية له فممكن مناطق مقدمات الموجة في مناطق سرعتها تبقى ازود او اقل من الناحية التانية فيبتدي يحدث زي كده انكسار للموجة وتوجه للموجة ناحية الشاطئ فده انكسار الامواج طبعا الانكسار مختلف عن تكسر الامواج تكسير الامواج تكسير الامواج بيتم ببريكين بعمل ممكن يكون صناعي على فكرة ممكن الجزء البارز الجزء البارز ده من الساحل والشاطئ يعمل بريكين برضو يعمل تكسير للموجة ويبقى حاجز طبيعي وده حاجز صناعي لو في جزيرة لو في جزيرة هنا موجودة ممكن تعملي برضو نفس القصة دي التكسير للامواج تكسير الامواج هو عملية اضمحلال لقوة وقدرة الامواج زي ما قلنا بتتم بعمل حاجز صناعي او ممكن يكون الحاجز طبيعي فانكسار الامواج اللي هو تغير لاتجاه بتاع الامواج نتيجة الضحولة غير تكسير الامواج طب ما هو برضو نفس الكلام يا شباب تكسير الامواج برضو هنا في المنطقة بتاعة الحاجز الطبيعي ما يبقى هنا فيه ضحولة برضو يعني هنا قربنا برضو من الشاطئ ومن الساحل وهنا برضو قربنا من بنعمل الحاجز بتاعنا قدام الساحل وقدام الشاطئ فممكن برضو نكون وصلنا لمنطقة الضحولة يعني بمعنى انه مش تحول واحد او تشكل واحد ممكن يكون مجموعة تشكلات مع بعضها يعني ضحولة مع انكسار امواج مع تكسير امواج طيب نشوف بقى انتشار الامواج انتشار الامواج انتشار الامواج ده برضو نفس الكلام بيحدث خلف حاجز طبيعي او حاجز صناعي نلاقي الميا هنا ابتدت تاخد اشكال شبه دائرية او دائرية وتتحرك قدرة وقمم الامواج في الاتجاه العرضي بدل ما هي ماشية ورايحة للساعد تبتدي تلف وتعمل اتجاه عرضي فتبقى الحركة بتاعتها على هيئة دواير الشام انعكاس الامواج اذا هي دي التحولات والتشكلات اللي احنا ان شاء الله بصدد الكلام عنها ودراستها على مدار التلات محاضرات اللي جايين ان شاء الله ازود بس مش هيبقى اقل يعني ان شاء الله فيبقى فيبقى عندنا الويف ترانسفورميشنز ضحولة انكسار للامواج انتشار للامواج انعكاس للامواج تكسر او تكسير للامواج قالوا نبدأ اتكلم عليهم واحدة واحدة وبالتفصيل يعني هندرس بقى التخيرات والتشكلات اللي حدست عندي واحدة واحدة شولينج الضحول قلنا انه الامواج اللي متولدة في المياه العميقة بتبتدي تتحرك وتتجه نحو الايه الشاطئ طب عايزين ناخد قطاع رأسي نشوف كده الحركة بتاعتها او ده المياه اللي هي هنا في المياه العميقة او المياه العميقة تبتدي بتتحرك نحو الشاطئ اهي بتتحرك نحو الشاطئ البيد اللي عندي بتاع الشاطئ او الساحل اللي اتجاه بتاعه معكوس يعني طول ما انا سايب المياه العميقة وبقرب من الشاطئ العمق بتاع المياه بي ال عمق المياه بي ال لما تتقدم الموجة بتاعتنا وتصل الى عمق مياه يكون اقل من نص طول الموجة او عند عمق مياه الا على اتنين الا على اتنين يعني عمق المياه نص طول الموجة بتبتدي منطقة الضحولة بتبتدي منطقة الضحولة الضحولة اللي هي زي ما قلنا عمق صغير مع مسافة ايه عرضية كبيرة جدا جدا فهنا دي تعتبر المياه العميقة ومن هنا تعتبر المياه الضحولة اللي بيفصل ما بينهم اللي هي المنطقة او المكان طبعا ده حاجة فرضية انه يكون عمق المياه اللي عندي نص طول الموج ايه اللي يحدث عندما تدخل الامواج الى المنطقة ده هي اللي هي منطقة الضحولة طبعا عمق المياه بيأثر على كل حاجة بيأثر على جميع خواص الامواج اللي احنا قلناهم الاربع الاتجاه والسرعة وطول الموجة وارتفاع الموجة يبقى هيحدث هنا تغيرات في خصائص الموجة نتيجة ان عمق المياه قل وبقينا في المنطقة الايه الضحولة طبعا هنا بيبقى فيه منطقة الاول انتقالية وبعد وبعد اصل الى المنطقة الضحولة تماما وفي المنطقة اللي هيتغير فيها كل خواص الموجة اللي عندي ماشي طبعا نتيجة نتيجة تغير عمق المياه انه يبقى اقل من نص طول الموجة بتبتدي تتغير وده اساسي عندنا سرعة الموجة وسرعة مجموعة الموجة وتتغير الطاقة بتاعتنا اللي هي بتاعة الايه الموجة تماما بشونسين ده كده احنا قلنا المياه العميقة والمياه الضحلة نرجع تاني المياه الضحلة او الضحولة اللي عندي ها الشولينج زون بنقسمها لمنطقتين منطقة الترانزيشنز اللي بيبتدي تتغير فيها المنطقة بتاعتي من منطقة عميقة الى منطقة ضحلة فبتبقى منطقة انتقالية بيكون فيها بيكون فيها الدبس العمق بتاعي ها اكبر من ال على عشرين واقل من ال على اتنين يبقى العمق هنا هو اقل من ال على اتنين يبقى دخلنا في منطقة الشولينج بس منطقة الشولينج منطقتين لما يكون دبس عندي اكبر من ال على عشرين يبقى يبقى انا في منطقة الترانزيشن دخلت بقى في المنطقة اللي هي الدبس بتاعي كمان اقل من عشرين يبقى دخلت في الشالو زون المنطقة الضحلة الاساسية اللي موجودة عندي طبعا من عندي دي على دي بيساوي ال على الاتنين او اقل من ال على الاتنين كلها منطقة ضحلة مقسومة لجزهين الترانزيشن والعمق فيه اكبر من ال على عشرين والشولينج زون او الشالو زون بيبقى عندي الشالو زون بقى الترانزيشن زون والشالو زون العمق الميا عندي بيبقى اقل من او يساوي عشرين فدي الايه طبعا دخلوا نشوف انكسار الاموات ال ويف بريفركشن بالتفصيل هيتتغير الامواج عندي في الاتجاه والارتفاع نتيجة تغير سرعة الايه الميا نتيجة تغير العمق طالما بنقول نتيجة تغير العمق يبقى روحنا على الشولي روحنا على منطقة الايه الضحولة خلاص بنرجع تاني لها ان عندي هنا الانكسار بتاع الامواج مرتبط برضو بمنطقة الايه بمنطقة الضحولة او احنا قربنا من الشاطئ لما قربنا من الشاطئ بدأنا ندخل في منطقة الضحولة اللي هو عمق المية اقل من الايه على اتنين يبقى الامواج بتاعت المياه العميقة بدأت تدخل في منطقة الايه الضحولة هتتغير السرعات بتاعة القمم بتاعتي بتاعة الايه الامواج بتاعتي ففيه سرعة هنا هتبقى زيدة وسرعة هنا اقل وبرضو الموجة مع السرعة الاقل والسرعة الاغطر عايزة تروح للشاطئ موازية له موازية له فهيبتدي يحدث فيها زي ما بنقول انكسار تمام يا راشو واندستين فده انكسار الامواج نروح لانتشار الامواج ويف ويف ديفراكشن ويف ديفراكشن اللي قلنا بيحدث خلف الحواجز سواء طبيعية او ايه او صناعية هنا بيحدث انتقال للطاقة عندي بصورة عرضية بصورة عرضية وبيحدث تغير فيه تغير فيه برضو نفس الكلام اعماق ارتفاع الموجة وطول الموجة وشكل الموجة على السطح من ايه من فوق اللي هو الاتجاهات بتاعتها خلاص وبرضو زي ما بنقول هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل لكن احنا هنا بنحاول نوضح المعاني للتحولات والتشكلات الايه الخامسة اذا الديفراكشن بيحدث لما يكون عندي بريكنج سواء صناعي او طبيعي نلاقي الميا خلفه بتاخد الشكل الدائري الى حد ما تمام بعد كده الويف ريفليكشن انعكاس الامواج اللي هو بيحدث برضو الويف ريفليكشن انعكاس الامواج اما يحدث على الشاطئ الطبيعي الحاجز الطبيعي المانع الطبيعي او البريكنج الحاجز الصناعي الويف ريفليكشن انعكاس او ارتداد الامواج فهنفترض ان انا خدت اقطاع هنا في البريكنج ده اهوت الحائط بتاعي ودي الميا السكنة اللي ما فياش امواج وده القاع بتاعي بتاعي المحيط او البح بتاعي دي كده الموجة الموجة لما بتروح على الحاجز بتاعي يبتدي يحدث لها انعكاس يعني عند استضام الموجة الاصلية اللي هي غير متكسرة يعني لسه ما حدث لاش تكسير اللي هو الويف بريكن معايا هنا بنقول عمق الميا عمق الميا عشان يحدث الانعكاس دوت والوضع اللي احنا هنتكلم عليه متقلش عن مرة وربع ارتفاع الموجة ده شرط في الكلام اللي احنا هنقوله طيب اذا كان العمق عندي اكبر بمرة وربع عن ارتفاع الموجة فالموجة اللي داخلة دهيت مش هتفقد ايه طاقتها مش هتفقد طاقتها انما هيحدث لها ارتداد او هيحدث لها ارتداد انعكاس يعني كانت اتجاه الموجة الاصلية رايح للحاجز الموجة تغبط فيه الحاجز وترتد او تنعكس تطلع بعيد عن الحائط اليه الرأس ويه بترتفع طبعا اهو الميا بترجع تاني ترتفع قدام الايه قدام الحاجز بتاعي اللي هو عملي انعكاس او ارتداد تمام يا باش موندسين طبعا فيه الموجة الاصلية وهيبقى فيه الموجة المنعكسة وهيبقى فيه سطح جديد اسمه سطح التماوج لما نيجي ندرس انعكاس الامواج نقول عليه وده ارتفاع الموجة الاصلية وده ارتفاع الموجة المنعكسة اه انعكاس الامواج نتيجة حاجز او ساحل طبيعي او نتيجة حاجز صناعي بعد كده الويف تكسر الامواج او تكسير الامواج ممكن بتتكسر الامواج برضو بشكل طبيعي او بشكل ايه صناعي لو احنا بنكسر الامواج بشكل صناعي فاحنا بنعمل حاجز اشكال الحواجز والبريكنج بتاعنا بتاع تكسير الامواج ده الجزء الاخير من الدراسة والجزء الاخير من المنهج اللي هنتكلم على كيفية عمل تكسير للامواج بواسطة البريكووتر فده احد البريكووتر اللي موجود عندنا حاجات مقططية ودخلة كده في البحر او حاجز خرصاني حيطة خرصانية رأسية بتعملي تكسير للامواج طبعا على حسب نسبة تكسير الامواج اللي انت عايز تعملها فبتختار نوع مكسر الامواج اللي هتستخدمه طبعا تكسير الامواج بيغير وبيكسر من طاقة الموجود برضو بيغير من خوصها وبيعمل لها اضمحلال في قدرتها وقوتها دول الخمس عناصر اللي احنا ان شاء الله تعالى هنتكلم عليهم عنصر عنصر بالتفصيل هنبتد دلوقتي ناخد المشترك بين الخمس تحولات او التشكلات اللي احنا قلنا عليهم الضحولة الانكسار الانتشار الانعكاس التكسر الخمس تحولات او التشكلات اللي حدثوا عندي ما هي المعادلات الاساسية الحاكمة للخمس تحولات عندنا معادلتين المعادلة الاولى اللي هي بنسميها التسبيرشن اكوشن معادلة تقدم الامواج المعادلة الاولى الاساسية ويف بروبوجيشن اكوشن المعادلة دي ببساطة جديدة بنقول عليها دابليو سكوير يساوي جي ك تانش كفي دي تماما بشونسين انتو واخدين العناصر اللي موجودة عندي خدتم الشاشة كده برضو متشيرة ايوها دكتور متشير طيب انتو خدتم ايه هو الو الانجولار ويف فيركوانسي في حاجات اتخذت قبل كده اللي هي اتنين باي على تي التين اللي هو الزمن والك عندكم اللي هو الويف نمبر اتنين باي على ال اتنين باي على ال لطول الايه الموجة والباي اللي هي تلاتة واربعتاشر ايه من مية والسي الويب سلاريتي اللي هي سرعة الموجة اللي هي المستافة على الزمن طول الموجة على الزمن بتاع الموجة اللي هو هنا هيساوي دابليو على اه اه خمجة على كي يبقى انتو عارفين العناصر اه العمق العمق بتاع المية احيانا نقول عليه دي احيانا نقول عليه ايه اتش تمام يا بشونسين فدي المعادلة بتاعتنا لما بقى بنعوض بالدابليو بقيمتها و الكي بقيمتها بتبقى الصيغة النهائية هي كالتالي ال الطول اللي عندي بتاع الموجة يساوي جي تي سكوير على اتنين باي تانش اتنين باي دي على ايه لو عوضنا باي اللي هو الطول بتاع المياه العميقة دايما النوت دي بتاعت المياه العميقة بتديني المعادلة بالصورة دي يبقى دي اول معادلة عندي اللي هو ال نلاحظ التالي ان هذه المعادلة بتتحل باي ترايل من مية دي العمق اللي الطول انا عايز الطول فهو موجود في الطرفين وطبعا الالات الحزبة الحديثة بتحل الحاجات بتاعت الترايل بطريقة سريعة وسهلة بعد كده عندنا الويف باور اكوشن او كونسيرفيشن اوف انرجي فلاكس اكوشن اللي هي معادلة التغير في الطاقة او الطاقة المعدلة بتاعها او معادلة التغير في القدرة الواضح ان التغير في القدرة بين اي قطاعين هاخدهم على المصار بتاع تقدم الموجة بيساوي صفر بيساوي صفر بمعنى ان القدرة عند اي قطاع تساوي القدرة عند القطاع التاني طيب ايه علاقة القدرة بالانرجي دا كلام ابعاد وكلام قوة وكلام زي ما بنقول عليه مبادئ اساسية احنا عارفين انه القدرة القدرة معدل الشغل معدل الشغل والشغل والطاقة وجهان لعملة واحدة الشغل والطاقة والعزم التلاتة دول حاجة واحدة انقلة فلو ضربن الطاقة في مسافة واسمناها على زمن يديني القدرة وكاني هضرب الانرجي في السرعة يديني القدرة برضو فنخلي بالن ان هناك علاقة ما بين الانرجي والباور الانرجي فلوكس له هضرب الانرجي في السرعة يديني بقى يديني القدرة فهنا ما فيش اي مشكلة عندنا فبنجي نقول القدرة عند قطاع واحد يساوي القدرة عند قطاع اثنين اي ان الفاقت في القدرة يساوي صف اللي برضو ممكن نقول عليه الفاقت في الطاقة selects التغير في الطاقة flex برضو بيساوي ايه صف يبقى طالما التغير في القدرة b1 ما قم بي اثنين يساوي صف اذا b1 تساوي بي اتنين القدرة عند اي قطاع تساوي عند القدرة عند القطاع الذي يليه بمعنى ان انا لو خدت قطاعين القدرة عندهم متساويين يبقى بي واحد يساوي بي اتنين هنطلع منها بان اي مود سي جي مود يساوي اي سي جي هنختار احنا القطاع واحد ده مثلا في المياه العميقة اذا الانرجي في المياه العميقة يساوي سي جي او او سي جي نوت سي جي نوت سرعة مجموعة الامواج في المياه العميقة ودي تبقى قدرة المياه او قدرة الامواج في المياه العميقة يبقى قدرة الامواج في المياه العميقة تساوي قدرة الأمواج في المياه العميقة أو في المياه الضحلة القطاع رقم 2 ده أخذه في أي مكان عميقة مع عميقة عميقة مع ضحلة ضحلة مع ضحلة معايا فإذن هنا هو قدرة ما بين قطاعية أو Energy Flux ما بين قطاعية معادلة في منتهى البساطة ومعادلة في منتهى السهولة إذن E-Note CG-Note الطاقة في المياه العميقة في سرعة مجموعة الأمواج في المياه العميقة يساوي الطاقة في منطقة الشولينج في السرعة بتاع مجموعة الأمواج في المنطقة الشولينج ويبقى هم دول المعادلتين الأساسيتين اللي موجودين معايا في الWave Transformation إذن يعني لما تتسأل إيه هي الWave Transformation Equations معادلة البروباجيشن اللي تساوي جي تي تربيع على 2 باي تانش 2 باي دي على إيه؟ خلاص دي المعادلة الأولى المعادلة التانية Wave Power Equation أو Conservation of Energy Flux بي واحد يساوي بي اتنين أو إي نوت سي جي موض يساوي إي سي جي خلاص كده رشوانسين لحد كده إحنا عرفنا التحولات والتشكلات والتغيرات التي تحدث في الأمواج نتيجة عوامل طبعية أو عوامل صناعية والأساس في هذه التحولات والتشكلات جميعا هو الاقتراب من الساحل الاقتراب من الايه؟ من الشاطئ فكوّل التغيرات الخمسة الشولينج الرفراكشن الرفراكشن الرفليكشن الايه؟ البريكين الضحولة والانكسار والانعكاس والانتشار والتكسر جميع التحولات عندي هتتحل بالمعادلتين الأساسيتين التاليتين Wave Propagation اللي تساوي جي تربيع على اتنين باي تانش اتنين باي دي على L و B1 يساوي B2 نبدأ بقى ندرس الخمس تحولات الخمس تغيرات دراسة متعمقة واحدة واحدة يعني هنبدأ بأول حاجة اللي هي الضحولة الشولينج الشولينج برضو الكلام بنعيده تاني الضحولة هي اقتراب الموجات من المياه العميقة ودخولها الى منطقة الساحل والشاطئ اللي بيكون عندها عمق المية أقل من نص طول الموجة دي دي أقل من L على اتنين فبخش في الشولينج زون اللي هي مقسومة لاتنين الترانزيشن زون والشالو زون اللي هم مقسومين ب L على 20 وعرفنا انه ساعة المية ما هتخش في المنطقة اللي فيها عمق المية أقل من نص طول الموجة جميع الخواص بتتوقف على عمق المية فهنا كل حاجة هتتغير ايه عندي خلونا نشوف دلوقتي ازاي هنطبق المعادلة بتاعة الانرجي فلس فلاكس اكويشن او الباور اكويشن على منطقة الضحولة على التحول التغير اللي حدث عندي نتيجة الضحولة نتيجة دخول الاموال الى منطقة عمق المية فيها اقل من نص طول الموجة هنطبق المعادلة في منطقة الضحول بي واحد يساوي بي اثنين اي نوت سي جي نوت يساوي اي سي جي الطاقة في منطقة المياه العميقة في سرعة الجروب في المياه العميقة تساوي الطاقة في منطقة الضحولة في سرعة المجموعة في منطقة الضحولة الطاقة هنا بتساوي ايه الطاقة بتساوي تمن رو كسافة المية في جي عجلة الجاذبية الأرضية في اتش عمق الموجة ارتفاع الموجة ارتفاع الموجة فيبقى هنا عندي الطاقة تمن رو جي اتش نوب كاربيع ده الطاقة في منطقة المياه العميقة هضربها في سرعة المجموعة في المياه العميقة هاي ساوي تمن رو في جي في اتش تاربيع في سي جي التمن هو هو الرو هي هي الجي هي هي عجلة الجاذبية ما تغيرتش المكان واحد هنا اه ارتفاع الموجة في المياه العميقة غير ارتفاع الموجة في المياه الضحلة في الشولينج زون مجموعة او سرعة المجموعة بتاعة الموجات في المياه العميقة غير سرعة المجموعة بتاعة المياه في المنطقة الضحلة طبعا السرعة بتقل لو حزفنا التمن والرو والجي هتبقى المعادلة كالتالي المعادلة كالتالي وطبعا هنا انا هعمل بالنسبة الاتش انا عايز عمق الموجة في منطقة الضحولة وعندي عمق الموجة في المياه العميقة وعندي سرعة مجموعة الاموات في المياه العميقة وعندي سرعة المجموعة بتاعة المنطقة الضحلة هيبقى عندي اتش هجيب المعادلة بدلالة اتش هيساوي طبعا خدنا الجزء اتش نقط في الجزء التربيعي لسي جي نقط على سي جي واضح كده يا باش ممواندسين واضح طبيع معادلة الويب باور اكوشن على اول تغير واول تشكل اللي هو الضحولة تمام تمام كده فيه اي استفسار اي سؤال احنا بس او دكتور واحدة كنتنزل البيد اف ده ولا مش هنزل اذا ما انت عايز يا ابن ما ايه المشكلة لا اصلا بلا كده دكترة ما قدش بتنزل نعم عشان بس دكتور اسعد كان رفض ينزل لا عادي ما فيش اي مشكلة يعني هو عايز البيد اف ازبطولك ونزلولك كمان لو انت مش عايزه بالشكل اللي هو موجود كباور بوينت اصلا باور بوينت غير اللي لحاجة التانية معايا بس اهم حاجة الكلام واضح الكلام مفهوم مفهوم اضح فيش اي استفسار مفيش اي سؤال لا تمام طيب تمام يبقى انا دلوقتي وصلنا الى تعريف الضحولة وابتدينا نشتغل على اول تشكل وتغير وتحول عندي اللي هو الضحولة اللي هو اقتراب الموجات الامواج بتاعتي الى المنطقة الايه الضحل طبقنا معادلة الباور اكوشن وصلنا الى التطبيق بتاعنا ان اتش يسوي اتش نوت جزر سي جي نوت على سي جي النسبة بين النسبة بين سرعة مجموعة الامواج في المياه العميقة على على سرعة مجموعة الامواج في المنطقة الضحولة الترمي ده هنسميه KS أو Scholling Cooperation Scholling Cooperation وضعت أو يبقى الكS بتاعي أنا خدته منين من معادلة A الWave Power Equation لما سويت الطاقة عند المياه العميقة بالمياه في منطقة الشولين طلع لي H سوى H نوت الجزر التربيع CGO على CG نوت على CG فخدت الجزر التربيعي لCG نوت على CG وسمناه Scholling Cooperation معامل الضحولة خلي بالكم لأن احنا هنشتغل ان شاء الله على التغيرات التانية بنفس الاسلوب وبنفس النمط يعني ان شاء الله هيجي مثلا بنتكلم على الانكسار Refraction هنقول KR Refraction Coefficient هنروح نجيب مش عارف الكي دي Defraction Coefficient فاتخلي بالكم من المعاملات معاملات الضحول معامل الضحولة معامل الانكسار معامل الانتشار فاحنا هنا عندنا مبدئيا دلوقتي لما طبقنا الWave Power Equation على الضحولة طلعلي ان الH الH على طول اهيه تساوي H Note KS H Note KS حيث الـ KS اللي قلنا عليه جزر C-G-O Note على C-G تمام يا بشوانسين واضح الكلام طيب عايزين نشوف ايه اخبار الـ KS ايه اخبار الـ KS بصفة عامة بصفة عامة بصفة عامة تساوي N في C اللي هي سرعة A الموج طبعا احنا بنعمل كده ليه عايزين نشوف ايه اخبار CG Note واخبار SG وبمعنى ايه اخبار الـ KS فهنا عندي الـ N بتساوي مص في 1 زائد 2KH على شاين 2KH وقلنا الـ K من شوية وقلنا الـ H هو عمق الماء خلي بالكم من الحكاية دي كويس قوي قوي في معادلات المواني احيانا انه يقال على العمق دي واحيانا يقال على العمق H تماما باشونسين طيب N بقى لما بعوض بKH هيطلع بكام تعالوا نشوف للمياه العميقة بيطلع بكام ونشوف للمياه الضحلة الشالوووتر بيطلع بكام لما بنطبق في ديبووتر المياه العميقة بيطلع لي ال-N بتاعي بنص بنص يبقى عندي C G نوت بتساوي نص C نوت ها مجموعة السرعات بتاعة الجروب للمياه العميقة تساوي نص سرعة الموجة في المياه العميقة تمام تمام الشاطئ هنلاقي ان ال-N عندي بتزيد ال-N عندي بتزيد لحد ما ممكن توصل لواحد يعني يبقى C G سرعة مجموعة الامواج عند الشاطئ في المنطقة الشولينج الشولينج تساوي واحد في C يعني تساوي C تساوي C فلو عوضنا بالقيم بتاعة ال-D ووتر وعوضنا بقيم N بتاعة الشالووتر زي ما أنا قلت هيطلع ان C G O C نوت يساوي نص C نوت سرعة مجموعة الامواج في المياه العميقة تساوي نص سرعة الموجة في المياه العميقة وسي G سرعة مجموعة الامواج في المياه الضحلة تساوي واحد في C حيث N بإيه بواحد طب ما ناخد القيم دي ونعوض بيها فوق عند KS للشولينج كوفيشن معوض عن C G نوت ب C نوت على 2 هي نص C نوت على 2 خلاص وبعدين C G N C C C C زي بقى ما يكون N هي أكبر من نص وأقل من واحد أكبر من نص أو تساوي نص وأقل من واحد ده في المنطقة بتاعة الشول الشولينج بتاعتي فلو حطينا ال N بواحد هتبقى C نوت على 2 C خلاص لو سبناها زي ما هي بحيث ان احنا نعوض عنها ما فيش اي مشكلة عندنا وهنا بقى من علاقة السرعة بتاعتي السيلاريتي أو السيلاريتي بتاعة L على T والT واحد فهنشيل C ونحط ما كان L على T ونشيل C ونحط ما كان L على T الزمن هو هو يبقى يديني ال K S بتاعي L على 2 L ويبقى كده وصلنا إلى الشولينج كو افشيشن الشولينج كو افشيشن معامل الضحولة واضح إنه عندي معامل الضحولة ممكن أجيبه بتلت أشكال سرعة مجموعة الأم أو الجزر التربيعي لسرعة الموجة في المياه العميقة على 2 N في سرعة الموجة في المياه الضحولة حيث N احنا عارفين وهو نص في 1 زائد 2 K على شاين 2 K H أو أو يساوي الجزر التربيعي لطول الموجة في المياه العميقة على 2 L في طول الموجة في المياه A الضحولة واضحة بشوانسين واضح خواص خواص الموجة اللي جيالي من المياه العميقة اللي هتتغير بالشولنج أو الضحولة أو أن عمق المياه أصبح أقل من نص طول الموجة تماما بشوانسين استمرار الشرح بتاع الشولنج كوفيشن خلاص بقى الشولنج كوفيشن ركزوا معايا أو بقى في اللي جاي كمان لأن دي احنا قلنا المعادلة هنا هي H H تساوي H Note في KS H تساوي H Note في KS فأصبح عندي KS بيساوي H على H Note أي ارتفاع الموجة عند الشولنج على ارتفاع الموجة عند الضحولة في منطقة الضحولة شوفوا قد A KS دلوقتي أمكن التعبير عنه بكذا تر KS يساوي الجزر التربيعي CG Note على CG KS ساوي H على H Note KS ساوي C Note على 2C KS ساوي قولوا قولوا اللي هي قلت قبل كده L Note على 2L أي أن معامل الضحولة بيعبر عن التغير في ارتفاع الموجة نتيجة الضحولة في طول الموجة التغير في طول الموجة نتيجة الضحولة التغير في سرعة مجموعة الأمواج في منطقة الضحولة تغير في سرعة الموجة في منطقة الضحولة أي جميع الخصائص الأساسية جميع الخصائص الأساسية للموجة اللي جيالي من المياه العميقة تغيرت 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 بايه؟ بالشولينج كو افشن ارتفاع الموجة تغير طول الموجة تغير سرعة الموجة تغيرت سرعة مجموعة الامواج تغيرت كمان حاجة يمكن التعبير عن الشولينج كو افشن كي اس بيصير نقط على اتنين ان سي تعالوا بقى نشوف السي السيلاريتي اللي هي الا على تي ما الا على تي برضو لها معادلة تانية انها بتساوي الجزر التربيعي لجي دي او جي اتش زي ما قلنا عمق المياه اللي موجود عندي في الشولينج اذا يمكن التعبير عن كي اس انه يساوي الجزر التربيعي لسي نقط على اتنين ان جزر جي اتش اشكال متنوعة للايه التعبير عن الشولينج كو افشن عن التعبير على معامل الضحولة كي اس عايزين بقى نطبق كده ونشوف اخبار الكي اس ده في منطقة الضحولة بكام في منطقة المياه العميقة بكام في المنطقة الانتقالية بكام لما ايه من تتغير يبقى معامل الضحولة بكام واضح انه في الديب ووتر في الديب ووتر عند كي دي اكبر من باي بيكون عندي معامل الضحولة بواحد ما شيء منطقة انا انا لسه ما دخلتش منطقة الضحولة اذا ما فيش تغير في خصائص الامواج اللي عندي لسه منطقة الضحولة ما اثرتش على الخصائص بتاع الامواج ليه لان انا في عمق مياه دي اكبر من اللي على اتنين هيبقى كي اس بواحد لا تغيير في ارتفاع الموجة ولا طول الموجة ولا سرعة الموجة تمام التمام طب هنخش بقى في منطقة الايه الضحولة منطقة الضحولة لما يكون عندي دي ال مثلا اقل من واحد من عشر دي على ال اقل من واحد من عشر هنجد التالي انه هنا الان هتزيد الان بتاعتي بتزيد معنى الان بتاعتي اقسف الان بتقل الان بتقل والدي بيقل والدي بيقل معايا الدي بيقل الدي عندي هنا بيقل يبقى الترمي ده بيكبر بيكبر مع دخول منطقة الضحولة العمق بتاع المية بيقل يبقى الجزء كمان يقل اكتر يقل اكتر مع وجود الان هلاقي ان المقام عندي هنا في الاسفة دي طبعا اقل تحت الجزء يقل اكتر فيبقى المقام هنا عندي أولية الترمي ده يقبر 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 عن كام مهو كي اس في المياه العميقة بواحد يعني لما اطبق هنا في المياه العميقة كي اس يطلع بواحد طيب لما احط بقى دي على يعني دي قال خالص خالص هيبقى الترمي ده اكبر من واحد الجزر اكبر من واحد يطلع اكبر من واحد وعليه الكائس الكووفيشنت بتاع الشولين بتاعي دائما وابدا بيزيد عن الايه عن الواحد يبقى دائما وابدا بيزيد عن الايه الواحد طيب لو عندي كادي بواحد واثنين من عشرة ده بيديني بالنسبة للمعادلة دية اقل الشولينج كووفيشنت اللي هو زيرو تسعة واحد تلافر تمام يا بشوانسين تمام تمام يا دكتور حدي لو اي استفسار انا دكتور الكلما الواحدة بتقلي فيها الكائس عن الواحد لما يبقى كيف دي بس هو واحد واثنين بس واحد واثنين من عشرة تمام جدا احنا دائما وابدا في منطقة يا اما المياه العميقة يا اما في منطقة المياه الايه اضع لدي حالة خاصة تبقى للايه للمعادلة اللي موجودة لكن المهمة عندي ان انا ابقى عارف ان الكائس هو علاقة والعلاقات دي كلها مرتبطة ببعضها هو الجزر التربيعي لسي جي او على سي جي اللي هو الجزر التربيعي لسرعة مجموعة الامواج عند المياه العميقة على سرعة مجموعة الامواج في المياه الايه الضحلة في الشولي وهو هو الكائس ده بيساوي اتش على اتش نوت مصبوط كده عشان ممكن نقول اتش على اتش نوت تساوي الجزر التربيعي لسي جي نوت على سي جي عادي وبرضه هو هو نفس الكائس بيساوي سي نوت سرعة الموجة في المياه العميقة على اتنين ان وعرفنا المعامل ان في سرعة الموجة في المياه الضحلة وقلنا برضه نفس الكلام يا باشواندسين عشان ما تنسوش في الشريحة اللي قبل كده ال نوت على اتنين ان ال يعني ممكن اشيل سي نوت احط مكانة ال نوت واشيل السي وحط مكانة ال عشان اجيب طول الموجة ارتفاع الموجة سرعة الموجة وهكذا ماشي وكمان حاجة ان السي بيساوي جزر جي دي او جزر جي اتش فبرضه الكائس بياجي بدلالة العمق بتاع الموجة عمق المياه اللي هو دي او اتش وعرفنا ان الكائس في منطقة المياه العميقة بواحد يبتدي يزيد في المنطقة بتاعة الشولينج طبعا هو المعامل بتاع الشولينج معامل الضحولة هو اللي وضح اثر الضحولة رياضيا وهندسيا انه فعلا اذا تغير معامل الضحولة عن الواحد فلابد ان تتغير جميع خواص الامواج اللي جايا لي من المياه العميقة عمر اتش اللي هو ارتفاع الموجة في المنطقة بتاعة الشولينج ما يساوي اتش نوت عمره ما يساوي الا اذا كان كائس بواحد اذا تغير كائس اكيد مليون في المياه الاتش نوت هتتغير باتش يبقى ادي انثبات لتغير في ارتفاع الموجة ولو حطينا ال نوت على ال ادي دليل على تغير في طول الموجة وهنا مش قابلة للكلام ان سرعة مجموعة الامواج متغيرة من المياه العميقة للمياه الضحولة كمان سرعة الموجة متغيرة من المياه العميقة الى المياه الضحلة كل ده نتيجة ايه نتيجة اثر اول تأثير عندي اللي هو الاقتراب من الشاطئ وان عمق المياه ابتدى يقل عن ال على اثنين نص طول الموجة وقلنا بقى المنطقة بقى اللي هي يعني ضحولة ضحولة تماما بيكون فيها ال ال على كام ال على عشرين تماما يا بشونسين تماما دكتور يعني كانت تخطيط ان ندخل في العنصر التاني على طول مباشرة اللي هو الانكسار لكن ندي برضو فرصة يعني ما نصرعش على اساس الناس تقرأ الخمس تغيرات يعني تتصفح على الخمس تغيرات واحنا بدأنا بالشولنج المرة الجاية ممكن ناخد الانكسار والانتشار على اساس ان اصبع عندكم باك جراوند عن التغيرات والتحولات اللي بتحدث في الامواق وبترانسفورماشا بكرا لكم يا بشونسين الورق بس يا دكتور نعم البدي افل بس حركة بنازل هنا بص معايا بص معايا احنا بصدد بصدد اي حاجة انت عايزها او هتطلبها بس ما عليش بقى خلاص احنا كده عشان ما نطولش في